موسيقى السلام عليكم أهلا وسهلا بكم تحية رياضية وحلقة جديدة من برنامجكم غلطة العمر على قناتكم في حلقة اليوم نستضيف الحارس الدولي السابق عبدالطيف العراقي غدين توقف معه عند مراحل التألق والقلق وغدين رصده بدرجة أولى هفوات هذا اللاعب أخطأه وغلطة العمر الهدف طبعا مشي هو تحريك الأوجاع ولكن الهدف هو العبرة للأجيال القادمة مرحبا بك معنا سي عبدالطيف العراقي الحارس الدولي السابق حارس شباب المحمدية وحارس مجموعة من الأندية المغربية ومدرب حراس المرمى مرحبا بك معنا في هذا البرنامج مرحبا أنسي حسان وشكرا لتصدفة الجميلة تحية تليمارك قبل ما غالي نبدأ معك لعبة السين والجيم وغالي نبدأ نسوله فيك غالي نمشي جميعه نشوفه تقرير حول عبدالطيف العراقي اللاعب والإنسان ثم نواصل الحديث بعد طول انتظار قررت جمعية الأرشيف الكروي تكريمة انتظر تكريما واعترافا من ناديه الأم الذي قضى في أحضانه عقدين من الزمن قصة عبدالطيف العراقي تحولت إلى قضية رأي عام بعد أن فقد عمله ومنصبه كمدرب لحراس المرمى بقرار من لجنة الأخلاقيات بداع تفويت نتيجة مبارا كانت التهمة جاهزة والحكم جاهزا أما تبعات القرار فامتدت لتدمير الأسرة الصغيرة وتحول من لاعب دولي حمل القميص الوطني إلى شخص بلا بوصلة وحدها مبادرات التكريم والاعتراف بطعم التدعم هي التي تنتشله من الضيع كانت تكلموا عن لعب الطيف كان حارس دولي متألق حبسي المنتخب المغربي اللي هي الأمنية دي لأي واحد ولكن من بعد ما كتش كتظن بأن المصار ديالك غادي نقال برأس على عاقب شنه هي الحاجة اللي خلتك حاجة اللي خلتك تعيش هد المراحل وتبقى هابط في المصار ديالك أكيد قضاء الله وقضاء الله سبحانه وتعصر في العباد فعبت في عراقي بعد تألق بمجموعة من الفرق المحلية والفرق الوطني الكرة الشاطئية الحمد لله ديمن في التصاعد وسط القمة ديالأي واحد يتمنى أي شاب في مقتبل العمر يتمنى أن يلعب في المينيين متخب المغربي المينيين كادي جينيور إسبوار كبار ويحافظ على تألق مدات ما يقارب تقريبا واحد لعشرين سنة يعني ماشي بسهل أنك تلعب عشرين سنة في فارق ديالشابة المحمدية وكتي عميد الفارق عميد الفارق لمدة من الزمن هذا كله الحمد لله يعني من فضل الله مشيت المنتخب المغريبي المغريبي الأولى أسوء الحظ لا كنت واحد من النجوم ديال المونديان ولكن قدر الله وما شاء فاعل كذلك استطعت أني نلعب في الكرة الشاطئية ومع سيم صطاف الحداوي هذا كله يعني أكيد بفضل الله سبحانه وتعالى وفضل العمال والمتابرة ولكن هناك غلطات في حياتني يعني لا لي الإنسان يدفع بيش تتصرف أكيد ما هي الغلطة الأولى في حياتك حياتك الكوراوي ربما لعبت تقريبا 21 عامة في الشباب طولت بالزهب يعني إلى درجة أني هذا حب الشباب وحب المدينة أكيد 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 كيف يقولك لدوس مدة طويلة رغضي نكون أن أخبرت اسم كبير أخبرت عميد أخبرت أنا في فرقانا اللي كان حكام لا أنا لم يكن عديد الفكرة أني حكام أدالي على ذلك أني لعبت مدة طويلة وكنت عميد الفريق مع مرة اللعبة قال لي دازوا مع مرة مع مرة كانت عديك أنا كنت ديكتاتوري أو بالعكس كنت ذلك الأب والأخ والصديق والحانون على اللاعبين وناولي كان سلة وصل المبيني وبين الرئيس وليس سلة وصل المبيني والمدرب وحليت بزاف ديال المشاكل وجملة من اللاعبين اللي الآن دوليون اللي كانوا دوليون اللاعبوا اللي يعبوه فأمهون نفو اللاعبوا من محتوى واتقريبا 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 بداية من جيل عبدالله ميقيل رحمه الله إلى تقريبا دريس الصغار الأخرين اللي ما بقوش هشام فرفور هشام بن بلا طريق شهاب هدو تقريبا علا لابت افتحاد محمدية يعني لعبت مع تقريبا واحد تمانية ولا تسعة دل الأجيال ولعبت ما يناهز تقريبا واحد 16 رئيس الفريق لدو ستي رئيس هدى شهاب المحمدية خليل فارق خورا مدرب مدرب تقريبا واحد تقريبا كل سنة يكون مدرب أو مدربين واضرب أفجوج عندك 40 ولا 50 مدرب كلما تشبعت بأفكار هم بوادي والحمد لله يعني باش تعرف قيمة عبدالطيف العراقي أن لم ولن يكون انك واحد الخصام ولا تكون واحد سوء مع أي مدرب كان إلى درجة أن يلي ومن هذا تربطون علاقة طيبة مع جميع المدربين الحمد والله مغاربة وعجانيب أكيد أهجانيب من هم من مات ومن هم باقي في الحياة لا يطول في عمره صار أي من الأفريقة الآن بقى يعلم علاقة طيبة وصراحة أن الإنسان كان تربطني بعلاقة طيبة وكان أخذ يلي ورشيد تفاح رحمه الله بإذن المناسبة نترحم عليه وإن الله رجع أنا قلت لي أن الغلطة الليدرتي هي الغلطة أن تطولت في شبه محمدية أنا كنت نشوف الغلطة الليدرتي هو أن تقتي في شيء وحد أكيد أكيد والذي تقتي فيهم كان واحد المشكل وقع لك المشكل لأن تهمت بأن ساهمت محاولة بيع أحد المباريات ألف درب ألف درب وهذا كل فكرة توقف توقف ماشي غير من الممارسة في القرآن الغريبية ولكن احتم من وظيفة ديالك وخ تكلم لنا هذه القصة هذه أنا لا يفهمون الناس بالزاف ويأخذوا مغلاطة يقول لا هذا ندم تلعب الشباب أحب من حب وكري أن لعب الشاب وحب الشاب إلى يوم هذا ويأخذ ويشك في حب للشباب أنا إذن 20 عام فجأت الراجع البيضاوي ومشيت للراجع أو الويداد البيضاوي أو الجيش الملكي أو أولمبيك البيضاوي كل لعب تفضل الفراق هذا ربما كان يكون الدخل ديالي أنا نهندر على الجانب المادي لأن هذه فراق كبارة فراق كبار فراق لعندهم أي لعاب يتمني يلعب فيهم أكيد يكون فقراء يكون مستقبل أخير أوليد يشوف أحد الباطع أخير المحمد أي نعم شابة فراق كبير هذا لا شك فيه ولكن ماديا لا يمكن أن نستفيد ماديا أنا أطول واحد لعب في الشاب في الجيل الأخير ما بعد فراس وعسيل العرعد لم نستفيد ماديا إلى يومنا هذا مع العلم لأن عمرك تمادي ولكن عمرك طلبت من مكتب نوسيا أرجع سؤالي قصة هذه الورطة أنا نسميها ورطة أشوف حسين أخويا كنت تربطني بك أكثر من 30 سنوات هذا كتعرف العراقي كتعرف الشاد والفاد عليها تقطف الناس وغضروني لي لي خطأ خطأ ديال ما عنده ضمير خطأ لكي يبايع راسه ب عشر لابدرم خطأ لدي هذيك سيد أنا أنا أي نعم ربما مشيت في وحد الورطة خيبة أو غلطة كما قل اسمي تاسع أسم ولكن مشي لغلط فرق كبير بأنك غلطي وغلطوك فرق ما بين استقالة تكتبها وأنت عن طيب خاطر لأنه عندك البادين وفرق أنك تكتب لك استقالة وتنقلها ولكن ساذجة عن طيف العراقي ربما أعتبر ساذجة أني وقعت على أكيد غلط هذا غلط فالح كما دارون كذلك استقالة وانت كذلك 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 سهيلات أكيد كذلك سهيلات لماذا لأنه حريص دولي ربما أي واحد يدرون مع استيالات ولكن ربما تدخل على ناس كذلك سهيلات وانا كنت نقوم ريادة والدارك الماكي تخلي كريادي لا نقوم بإمكان عمل أخر لأننا كالعابة وسيدنا ناصر والله طلب الواقعة للحميد الحريص للجيش المالكي أنه يجب الاهتمام بالدارك ريادين ريادين من هنا بدأ واحد الاهتمام مشكور نازل الدارك المالكي على الى يوم هذا يهتم باللاعبين الدوليين للعب الجيش المالكي ودخلوا للسيار للدارك المالكي كيف تسهيلات توسي عندهم شيء بارك لا الحمد لا لا الحمد بطي لا لكن هذه البيئة ليست شايزين قولا ايمان فادا في هذا السياق استدعيتك الجامعة الملكية المغربية للكورة القدم لجنة الأخلاقيات تستمعوا لك ولجنة الأخلاقيات كده قلت بي أنا عتعرفتي هذه غلطة هدرتي تعيين شوف أنا السيد اللي هدر معي بقي حي أنا فاش هدرت معه مكتليم شوفه كتعرفوا ثم أنا لجنة الأخلاقيات وباقي كل حي اللي كذبت عليه شي واحد يقول يا ركذبتي وده بالحمد لله تشدتي لفون ديالك وتجوب وتقول لا رعا اشغال اشغال أنا ريحت مع النازل الأخلاقيات قلت لي مشوفه تاريخه بالطائف العراقي معمره باع شماش معمره فكري باع شماش ومعمره فكري باع شماش ودليل أني طورت في الكورة معمر شي واحد تشكى من هذا الجانب هذا انتو ما كتعرفوه الطالح والفالح في المغرب كتعرفوش كل صالح وسيرته المحمدية كتعرفوش كل كي يبيع وكي يشري وكما تقدروا شتهدره لماذا؟ لأن الطائف العراقي حواية تصغاور ومشيت على اساس انه قتنع بكلامي وبعد ذلك رئيس للزيجنات الاخلاقي تصل بيا قل لي عبت افخدش عندي قل لي واش كاتعرف السؤال اللي سوواني فتحدى لكن قل لي واش كاتعرفك السيد كاتعرفوه ولا ما كتعرفوش قل لي اكيد كنعرفو لان بعد واحد يقول لي واش كتعرف حاسر البصري ساكون كداب إلا قتلي ما كنعرفش حاسر البصري إلا قل لي شي واحد كتعرف جليدي وكتبت عليه قتلي ما كنعرفش حاسر البصري قل لي كاتعرفوه قل لي كنتعرفوه وبها تحكم عليها للي حاسر كيف هادل عتعرف؟ لان هو دلي واش كتعرف هذا السيد اللي تاهو في القاضية قل لي واش كتعرفو قل لي كنعرفوه وش حال تحكموه لك الاخلاقيات 3 سنوات تلات سنوات كملتها واني تسلفت أحد 2000 درهم ومش تدرت تديك استيناف ما عيتوش لك لا ما عيتوش ليها ما تسوقوش ليها ما تسوقوش ليه اللي فات فات الحمد لله دبانا انا انا بشو في الداكرة ولكن ما وقع وقع كل سنين اللي دوسي شنيفة القرار ما تشاركش في منافسة ما تدربش بيسير ما تدربش ما تدخل تاتيران كرسمي متى ما تكونش مدرب الحمد لله اضطر عليك شوية اكيد اكيد الجو العائلي ولكن الحمد لله عندي واحد العزيمة وعندي واحد الى درجة ان الزوجة دي عائشة رحمه الله وهذه مناسبة ترحم على واحد الانسان اللي فقدتها انا اقسمو لك بالله شي مشات الخدمة مشات الكوراة ومشي اي حاجة ولكن فيش مشات عيشة ابقى فيها الحال فقدت واحد الانسان اللي تقريبا كانت يلك سنداتك في المحنة ماشي في المحنة قرامحان احنا دائما نحسب لك الاغلاط انا لاحظت ان تبع المصار ذيلك الرياضي كان الاغلاط ربما ما تعتبرهم هافوات ولكن احيانا ربلي كتجمعوا كولي وغلطة العمر كان جاك عرض احترافي في تونس وممشيتيش لي وبقيت في المحمدية وكتجمعوا الاغلاطة لان انا بقيت في شباب محمدية عشرين عام رجعك الاغلاطة أسألك الاغلاطة تونس جاني هنا في قمة العطاء وسبب هذا الاغلاطة كان عبدالحق الجديد رحمه الله كان الواسط لجبلية فرقا ويؤثرون على انفسي ماذا كنت بهم خصاصة احنا الاغلاطة نعيط البوطي عزيز وهو الحريس الثاني وهو حبي للشباب واحترام للشباب وتصور جاءوا واحد تقريبا واحد العشرة ولو خمسة عشر محبي الشباب وجاءوا عدل بمية الراشدية ويطلبوا في عرقيا شو ما كتب شيء حية الراشدية حية الراشدية حية شعبية ديال مظاهرية ديال الدراوش ثم حسيت بانه لا ما فرأني نكمل مع الشباب مع العين هذا الوفرة كان عارفه عبدالحق الجدعي وعبدالربي والمحبين قدرت في المنتخب انادك وعزيز بوطي تصلت به قلت ماشي لتونس وبالفعل ماشي لتونس ولكن الحقيقة تبقى عدو اجدار الله وعلم لنا عزيز بوطي رأى كل شيء في محمدية عبدالحق واحد من الحراس المتميزين اللي كانت نسخة تبقى الأصل ديال عبدالحق العراقي للاسف شديد للاسف 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 لم ينصف في المحمدية ولكن الله سينصفه داتي من الأغلاط الأخرى ديالك نجاتك الراجاو والويداد وممشيتش بقيت تاني في المحمدية وكتقول بأنني ضيعت عمري الراجاع البيضاوي بغيت نمشي علاش الناس جوا عندي المحمدية وكبروا بيها وفرحوا بيها منهم سي حاجحنات تصلنا تلاقينا في القصر الملكي يوم يعني استقبلنا للراحل الحسن الثاني رحمه الله وأنا دك الحاجحنات عنقني وقال لي من اليوم فصاعدا فأنت راجاوي قلت يا الله أحب إلي يعني شي حاجة أه ما نقدش نكذب لأنه أي لاعب يتمنى في الراجل وفي الويداد هذه أكيد كان واحد اجتماع ما بيني وما بين بادو الزاكي وما بين بادو الزاكي كان مدري في شابة محمدية محمد ناصري كاتب عام شابة محمدية والعامل محترم والصديق الأخ محمد حسني هنا وعدوني بأن قلنا ناخد قريمة أعيط لو قليش سارق الشبغة قليش تخدم في العمالة قلت لي لا ما نخدمش في العمالة بالكلمة قال يا سيد محمد حسني السيد العامي الأندك ما عنديش قول عبدالطيف وباقي ربي لي نقول هي باش بدأ بوطي ربي نقول ووجي لي نقول وما بعد ما بغيتمشي متشي وإذا بي سافي ساعدك ساعد عرقي بقيت سافي أطول الويداد الويداد كان صلة توصل كذلك هو عبدالحاقشته رحمه الله الوريقات تحطوه في المكتب دي مع بل حسن رحمه الله اختيار المدريب هونسن وكان معي حسن أبرامي يمشينا للطار قالوا لي اش كتطلب قلت لي ما نطلب تيش حاجة أنا الويداد ما نطلب منها ما نطلب حاجة هتعطوني طروه ماش رسميا هتعطوني ثلاث مقابلات رسميا ضد الدراجة ضد الجيش ضد أي فارجان اللعبهم بينتع المستوى ديالي هتعطوني لك تعطوني داودي وفخر الدين وبنعبيشة الستار ديالفرقة ايه الستار ديالفرقة فرتوت عشاب كانوا صراحة اللعب كبار إذا كدوا المستوى ديالسفر اللي اعطيتكم رشعوا لي بحرائقات لذلك أنا بل حسن رحمه الله عجبوا الحال ولكن أنا دك كان بالهيمة كان بالهيمة اختار عمر ديالمنخريبك وانا هونسن بغاني اضطريت من ساحب تتعرف لي كيكون دري ويش كي دري ويشتف في المعاملات ديه نساحبت ليش مشيت للاتحاد الزموري الخميسات واللي اضطر عليها بززاف هو تال قرتيلي فاش عريحت نويق لي عطيف بلا ما نبشي الويدات الخميسات والفعل سمعت منه والحمد لله دوث سنات ثلاث سنوات ماشيتي لانتلا ديالوج جا جا من الجزائر دوث ثلاث سنوات جميلة جدا في الخميسات الى درجة لي امني بقى تربطون احد علاقة طيبة مع النازل التي تسمون الخميسات ربما الله سبحانه وتعالى ما كتبش لي العف الجيش ولا الراجع ولا الويدات ولا الجمعية الحالية لا بليك تكون غلطة وقد تهرسلك الكاريير ديالك ماشي كاريير ديالك كاريير ديالك كنقول لك انا الكاريير ديالك كامل بما فيه الحياة ديالك واستقرار ديال الاسرة ديالك لان بليك تفقد الوظيفة ديالك الكورة على واحد نرات حبس ولكن بليك تفقد الوظيفة ديالك لي يمصدر الرازق ديالك ذلك القرار اللي خلاك الليدرتي وخلاك تفقدها تفقد هذه الوظيفة كيكون المشاكة يقول لك غلطة العمر ولا حسن غلطة العمر غلطة العمر يتكلم معك واحد في الهاتف وانت كتطيق فيه هو هذه المكالمة يدين الناس خرين كتولي انت متهم انت بتاريخ ديالك كل شيء هذك الشقاء اللي يدوصي وانجازات وتتهم في الاخر بأنك باعتماتش حسن حسن اخوية شوف شوف ما بغير العربية لعمل تلك المطلوب شوف ملوحك الممزيانة والمستمعين والمشاهدين غايشو ايد تصمتوا الهاتف لاما قول ومن قلب يغنوا الهاتف شوف اللي غايبيع ما غايديش يبيع تيدير واحد واحد العمر تغي كبار وغايختر في الكورة اللي غايبيع وغايبيع هو كشاب وغايبيع اللي لعب عشرين عام في الشابة وقع الناس كت تشيروا لي بالخير ولعب في اتحاد سموري خميسة ولعب في سبورتينك سلا ولعب في الطاس ولعب في اتحاد محمدية وبرشيد ولعب في الوفاق بوزنيقة ولعب في تيفيلت ولعب في المنصورية ولعب في سطاة تلعب تيهوات لي ليس كمش واش تخناك بالله حسن خوية هدا لهد الناس كلهم كلهم ها ما غايعرفوش عبطي في عراق الحق شوف فرق شاسي ما بين غلطي وغلطوك وغلطوك فرق شاسي أما مسألت اللي كتبغيت نعسك تحط راسك على الوسادة أكيد كالناس كتنعس ها كانت المرحومة كتقول لي الله رحمه كتقول لي عبطيفك واحد عجازوينة بزاف زائد طيبوبادياك وأضرافاتك وهدي وإنسان شعبي ودي كتبغيت ناس وانا كتحط راسك كتنعسك ولا عيش عارسي لاش كالناس لان ما كنتلمت شي واحد ولا تلمسي واحد عفوي تلمسوا عفوي ربما كنا غاديونا نتنجل معي شي واحد لكن عفوي ما قصدت ربما شوف حسن أخويا تعترفني مزيان والناس اللي الحمد لله المغاربة وكلهم كعرفوني عبطة فعلق عشكسوا والله ثم والله كين فرق كبير ما بين الغلاط ويغلطك واحد و العلاقة ديالك ماذا لي غلطك كديرا القطعات من ذات النار أكيد كنا ما كانت تصلش بيه كنا كانت بناتكم تراشق في اللوال مواقع التواصل الاجتماعي كتيكت كتبع المراجات كتتوجيا ما كتتسميش ولكن كنت سميناها حسان كوينا ما كان نخاف انت اشي واحد كان سمينا لاش لنهار خرجه قلت في الارة ما خلت اشي واحد انا شوف حسان كوينا رحم الله من عرفها قدرها عبدت في عراق يغلطوا لا يعلن به سبحانه وتعالى والعراق هو عيش وغادي ولكن انت حاسب رأسك الضيوم قيامه اشد كل الله سبحانه وتعالى وشرتي واحد عائلة كان نظر لي اللي كان سببها هو مجموعة من الناس ماشي واحد نجول كارير ديالك مدريب ديال الحراس المرمال مجموعة من الانديا بدءا بشباب محمدية اشنول كان ينقصك في الكارير بشي فيه اني انا كنتشوف مدريبين في المنتخبات ما عندهم مش كارير ديالك ولكن وصلوا اشنول اللي كان يحبسك مش قرية لا 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 لاش مقاريش عندي حمدوله بكالوري شوهيد عندي شوهيد عندي القوال عندي القوال وعندي البي نورمال مو نورمال مو نورمال مو اخذيته في 2011 والبي اخذيته في 2010 جدا حسن كوان ضربه كبيره جدا وعندي القوال ديالكاف عندي فيفا وعندي البي عندي البي نورمال مو نورمال مو نورمال مو حيث العدد دياله مكثر من هذوك الناس مكثر من لي شوف عسن كوي إذا شح الموحد كي يقولك عراقي عند الكارير زوين وحي شوما تخدم في الهوات وشوما هذا السؤال لي جاي ما خطأ شي ديال يا حسن كوي هل تدربتي حراس مرمى ديال المغرب الفاسي نعم ديال الهوات ديال كل شي ديال اللبنات كل شي هذا يؤخذ عليه كي يقولك العراقي كيدرب فارق في القسم الأول لا حسن خويا وش نمشين شومين مقنن قولها مدين بكين نقول العباد الله مدين بكين نقول العباد الله أعطوني اللهم ما نخدم في الهوات ونخدمتها في كادي أنا خدمت في لانوريا ما لاش فيها لعيب واحدة من أحسن أكاديميات في المغرب أكاديمية أولى مدرسة لانوريا خدمت بعرك تافي وقلت وليدتي الحلال عطت لي شي فرق وقلت لي من لا كين مدربين في البريمير ديفيزي معمرا ما ندارو الليجة في أفا من هدروف الواقع كين مدربين في البريمير ديفي في القسم الأول احترافي معمرا دير الليجة معمرا حبس وإذا كنتنا لعب قدامي وعشي من تفرح وحبت لدي الليجة لماذا بدأت لي الليكات الناس أخذوا قبل أن تتبيع الليكات؟ نحن كنا نضرو فيها حسن، وش بغيت أن نبيع الليكات ومش نبيع باللاتي حسن، اليوم تعطيني تدور معي وغدق؟ ستقول لي دوتا وتدوري ويجبوني أداء الجقار جاي ولها دي تبغى لي حسن أخويا؟ لا شوف، أرى حسن أخويا أنا في شبعد الليكات، لماذا ندير البوز ولا ندير؟ والله شاد عليها؟ حيث الناس قالوا عن البوز أنا ودري فيسبو؟ في عراق فيها خمسة أشتر مئة، خمسة أشتر مئة، بجيب لي ثلاثة ريال شرية مسكة تندرغة ما جيبهاش لك أنا النهار بعت بصحيح، وعن طيبي خاطر، ليقات وعشت من ناوح الفترة وعشت من ناوح الفترة، وبعت لك حسن كويق، بلاتي حسن كويق، بلاتي حسن كويق وش نبيع؟ بالحلال؟ ولا نماطي يدي؟ بالحلال، بالحلال، أما مسألة أن عبدالطيف العراق عنده الفيكو، عنده واحد جريبة طويلة جداً حاريس دولي، قل لي من الحراس دوليين لإخدامين؟ يعني أقول لي ليش كونه فينا؟ أنا واحد من الحراس دوليين لنورمانمو، الجهاز الإيداء المواصي على كورة القدم، كربما كانت تحيط في سباقي هتقول لي عبدالطيف تعالى، لماذا؟ آخر حاريس دولي كان لإخدامه هو دبالي إخدام كحاريس، هو شادلي أنا قبل مثل مصطافة الشادلي، وكان من المصطافة الشادلي، مصطافة الشادلي، صديق ديلي، أنا أيها بلعكس، وش بحاسن كويًا ما كان لديو موضوع ماشي حساد ولا شيء، أي واحد ليسهرها، اللهم مالحساد، أنا بغيب الخير بلعكس، أنا هكدامت في الضل، وكنكدام في الهوات، ومكاشي ومخبي في الهوات، ماشي ضعف مني، وأولة قلب ما حيطي يتيش واحد، ما حيشني يتيش واحد مثل في يتيش واحد، ما عليهم معدي دبلوماة، والسابقة حسن قوي ويعرفها المستميع والمشاهد احنا ثلاثة القوال اللي عدناها الآضية القوال وعندنا البي دي اللي دي البي كاف ثلاثة القوال اللي عبدالله أربي عبدالربي وكين محمد القيسر ومحمد دي البرنوسي اهه مش هتي يسمي عبدالرنوسي محمد هذه ولا مش تراجين ودي الكوكب من ربشي احنا ثلاثة والأربح اللي عدناها وكناس تسمح لي ما 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 إحنا ثلاثة القوال اللي عدنا الآخ فيفا وعدنا البي دي اللي جوردوشهم أبطف قدي نواصلو وحنا كنتكلموا على المجموعة دي الأغلاط وعندنا زلاثة غلطة العمر بغيت نسولك وحنا كنتكلموا على هذه الحالات لا بدأت شيء تنتاج لك لعبين الدوليين داروا شيء مبادرة المؤسسة المحمد السادس الأبطال الرياضيين بشيتي لها بغا تتقدم شيء طلب باش تاخد تاخد واحد البطاقة قد ينتيب ها كعونوك لا شي جيبيلي شي جيبيلي لا جيبيلي لا أولا هذا عشرين عام للشباب أنا وعدني سي منصب الخياط وسي ساعد بالخياط وعدوني أنه بتسري التوقيف ديالي الأساس أنه غير الميل في ديالي غادي نكون من على أداء ديال مؤسسة المحمد السادس الأبطال الرياضيين للأسف شديد لا جزء في ذلك وعد من سي منصيف أنا كنقولها وعدني سي منصيف وعدني سي ساعد بالخياط على أساس أنه صراحة أمكنهم كل احترام لا تخضير أكيد أنا درت عندك الصيفة مع المنتخب مع المنتخب ديال القرد القدر وعندك مع البيتش سوكر أحبسينهم بجوش والصيفة الواعرة حسن أخويا وأني دون عامل هذه المؤسسة اللي دار سيدنا الله ينصره رادار الأبطال لما في حالها مزرية الناس لما الزمان والباشار تقلبوا عليهم لا يعقل واحد اللعب ورفع الرأي ديال الوطن وتلقاه في واحد الوضع أحنا كنشوفوا دابا فيديوهات متداولة ديال واحد اللاعب للدفاع الحسن الجديد اشتير أكيد تتهم مرة ذلك شيء ماشي أنا كيبقى فيها ما كنت باشي العبدالله هو واحد من اللاعب الكبار ليدازو الدفاع الحسن الجديد وجاء معي واحد اللعب في الشباب كان غريل اللعب معنا في الشباب يأسف على الزمن والكار الغلطة ماشي ديالهم أحسن أخويا الغلطة على المدينة ديال جديدة على القدماء ديال جديدة على المجتمع المدني على الجمعيات على المتخابون على البرلمانيون على السيد العامي ديال المدينة هم يتحركوا وجلالة الملك الله يحفظوا لينا وعزيز علي ريادين وبغير ريادين ويشوفهم هالله فيهم هذه يتصل بهم هاتي ويتصل بهم هاتي وشجعهم وانت خدام مع سيدنا الله ينصر وما تقدرش سيدنا سيكون قدوة لنحنا سيكون قدوة أنا كعامل ولا باشا ولا قيد ولا برلماني ولا باسا عليا الآن سوف نتلّى في أحد سيد ستسمع بأن فلان تلّى ستصل لسيدنا الله ينصر يردى عليك وهو تكون به خير وعلى خير ويردى عليك الله سبحانه وتعالى تلّى مغي تديرش حاجة ديرها مع الله قاعد نديرو إحنا ما بغيتش هاد الموضة الجريدة ديال الباز خلى عبن دولي اللي اللعبوا معاك واش كانت شي مبادرة منه ألو أخوة حسن شوف حسن أخوة أنا نقولك أحكى لما مزيان وسمع مني مزيان عرفت الله في الرخاء فأعرف عني في الشدة أكيد كينين حباب أكيد ما نكونش لي كل دي مقهم من مقهم ما ننساش الخير دي الناس الناس من الفيسبوك من تويتر وهدي مناسبة لهم بغي نشكر حبابي في تويتر وحبابي في الفيسبوك لصراحة تلّوا فيها مادية ومعنوية وليدرني وأنه بعض بنا شوف شوف بشتعرف بشتعرف أنه بفعلي فاعل وبعض المنابر الإعلامية المعروفة في المغرب ودروعية كروة وكأنني أتكلم عن أخاي الواطان ومعارج دير تماما غير باللي كنتكلموا على الأخطاء كنتجمعوا الأخطاء وكنتصوبوا بها رايب حالكورة تلج الأخطاء كتقدوروا وكتولي غلطة من أغلاط العمر غير اللي بغيت نقول لك لو قد ديرها لك أن تعيدها تعيد هذا المصار دي لك العجلة الزمان ترجع اللور وترجع هذيك وتبدأ أنت جينيور شنين الحويج اللي مغد ديش اللي ما اللعبش واحد منتطولة في شباب محمد العام عامين نقلب بشيش فرقه خرق نشوف أفا خرق العودة تانية عام عامين نعود بشي فرقه خرق خي يقول لك اللوجي اللي نقول عبش بشي لا مهدرش واخي يقول لي يجبديها القريبة والريالي ولي لا ما بغيتها أخلي نعمش لأنه شوف الحياة أخويا حسن تتعلمك بزال الحياة الحياة مدرسة يغلبه تطبعه عرق عبطيف يبقى عرق عبطيف إنسان البسيط تدري ويش الماديد والمساعدة الجبر الخاطر هدوان ما تلقى واخر عبطيف لعبتي في المصار ديالك لا بدك تكي حارس تدير أحيانا شي أغلاط الحارس كيدير غلاط تشوف كل غلاط اللي بسيس كتشك فيه ما عمّرم شي غلاط خليه يتأول وقوك لا بيع الماتش أكيد كان مباراة 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 في المباراة حاسيمة حاسيمة وقعت لك وقعت لك وقعت لك شديدة لا ليس شديدة الحمد أنا أتفكر وخمانة كورسمية أخرا عندي وحد صديق حريص حمد صبر وقعت لك وكانت لك وشاب المحمدية واجدت لك مؤطير وصحب أكاديمية شاب المحمدية لكورة القادم كنا هضرنا وحد للقاردية لكي أفتح المحمدية تبادلت النقاش قال يا عبطيف للا سمعته خيبة كي يقولوا بيننا وكي يبع المات شاحت اللي حامل يتصبر رجعوا السينة اللاور مقابل شعبة محمدية الفتح البيضة الرباطي حبستي التونة ريح ترم بلاسون كان سؤتها مع المدريب وتماركة الكبج بيوت وخسرنا وكان بريم دماش سبعة المليون كنا همشوا للطالية والمغرب كله قالوا حامل سبعة المرش هل أنت بعتين مرش؟ قال لي يلا تيارك سيتا وقالوا علي نفسها شوفها لا أكيد أكيد مع الويدات مع المكالبيت مع الراجع وكتي كدير ماتشات كبار هنا شوف بارفورة كتربح بثلاثة الواحد وحد المرشان مع الراجع ربحنا بثلاثة الواحد وهذاك اللي بيت شكو فيه دي الواحد بالله عليكم وش نحن ربح مثل الواحد وغنبع المرش شكرا عبدالطيف وبذلك الموصوليات حلقتنا اليوم من برنامجكم غلطة نطلقوا معكم في حلقة قادمة مع ضيف آخر إلى ذلك الحيل لكم مني ومنطقة من البرنامج طيب المونى إلى اللقاء اشتركوا في القناة